هيوصل طيب أنا هبصل كده وصلت معك لحاجة هقولك شخصيات أصدت في مسيرتك في مسيرتك بصفة عامة بشو مثلا مسيرتك رياضي لأ بصفة عامة لما أقولك الدكتور حسن مصطفى حسن مصطفى أنا يعني صديق وكان لعيب كرة يد بعدين تزماننا في تحاد كرة اليد هو في العمل الفني وأنا في العمل الإداري ثم رئيسي في تحاد كرة اليد كرئيس تحاد كرة اليد نعم وأنا أعيده مجلس إدارة في التحاد واشتغالها مع بعض لتطوير كرة اليد في الفطرة دي اللي هي بينا لحد الوقت هو بقى عنده بقى اللي تعلمتم من حسن أفكاره الخطيرة الجريئة بره الصندوق لا يمكن تروح لها بالزبط ليه لأنه جاب أصحاب الاختصاص أصحاب مش ملاش مصار الشخصية لا راح جاب الناس المختصين قوي طبا ده لازم يحصل كده عملوله عملوله الكتالوج ده فمن خلاله مش بس إيه ده يبقى رئيس ناجع للتحاد المصر ده رئيس ناجع للتحاد الدولي تطور اللعبة كم دورة بسم الله ما شاء الله وربعه ما حدش بينزل قدامه دلوقتي لا يجرؤ طيب كابتن صالح سليم ده بقى مثلي وقدوتي وحبيبي وأنا ما أدعيش إن أنا صديقه إنما أدعي إن هو صديق طيب أنا بقى هنا برضو هتوقف في الحتة الصغيرة دي لأنه في بعض الناس اللي يدوبك عمل لقاء مع الكابتن صالح سليم يقولك الكابتن صالح سليم ده صديق العمر تقول إيه للناس دي؟ هو كل واحد حر لا مش كل واحد حر كل واحد وكل واحد عارف هو بيدحك على نفسه الكابتن صالح له أصدقاء ولكن لاه حدود في الصداقة أنا عارف حدوده إيه القيام يعني هتكذب إنت مش صديقه هتخون إنت مش صديقه هتنافق إنت مش صديقه هتبقى إيه لك مش نظيفة إنت مش صديقه هتطلول زي كده لكن هو يتعامل بشياكة وطواضع وحب لكن لما لو اعتبرت إن الكابتن صالح لو كلمني فيه مرة بتعمل إيه دلوقتي يقوله تحت أمرك يقول أنا جايب استوانا عايزين نسمح ما تجيلي تصرف هل كده أنا صديقه لو جايب فيلم عايز نتفرج عليه هل أنا كده صديقه لو عامل قاعدة معه الخاصة إذا كنت كده أبقى صديقه أنا معرفش لكن أنا كنت فيه دائرة قريبة قوي قريبة منه طيب الناب حسام عوض الناب حسام عوض لو كان بيننا رحمة الله عليه أولا كان حيبقى وزير الشباب من بدري بدري ما هو كان مسك رئيس لاجل الشهور لأ هو فكره ودماغه سابق عصره سابق عصره صدقه مع ذاته أول مرة أشوف الدكتور عليه الدين هلال كان رايح يزور المتخب الأولومبي كان مسافر وأنا كنت موجود لقيته بيقولهم يا أولاد أنا مش راجل بتاع رياضة أنا راجل بتاع تربية وتعليم وكنت أتصار ناحبها وزير التربية وتعليم لكن هما شفوني راجل شباب وأقدر إن أنا أشتغل في وزارة الشباب كل ما يخص الرياضة عندكم قلولي اللي حقتانع بيه هنفزه بكرة الصبح هو صاحب فضل وتلقى بفكرة زي فكرة اللي أنا قلت لك مشينا معاه زي فيها ودعمها لحد مصلت إلى حقيقة إنها تبقى حقيقة طيب هو بقيت لك رسالة معايا بجد؟ آه والله بيقولك إنه هو كان نفسه يبقى موجود لكن ظروفه الفترة دي عشان الحوار الوطني والكلام ده كله فهو بيقولك سامحني إن أنا أنا سامحه ده هو صاحب فضل أنا بقولك هو ده اللي قاله يعني ده كونه يبعت معاك رسالة آه تكريم وتشريف إن الراجل ده يعني لمس فيه إن أنا حاولت أعمل حاجة يعني طيب بجهد مخلص والمين اللي خلى عندك اللغة العربية الفصحة دي حاجة البكتور أحمد فريد الرفاعي جدي أبو والدتي من خلال تجربة إن أنا نظف المكتبة بتاعتك طيب والأستاذ محمد العشماوي أوه أستاذ اللغة العربية بتاعي أنا بقولك أوه يا عدد اتجبت جدا واحد من أهم الشخصية في حياتي إذا كنت قلت لك الكابتن صالح خضوتي في الحياة بشكل عام الأستاذ محمد العشماوي كان له جانب إنه أثر على تكويني وعلى تفكيري كان مدرس لغة عربية وكان بيعملني إن أنا كان مختنع بي إلى درجة أنا الوحيد في الفصل اللي مكان مسموح ليقعد من غير كتاب عشان عارف دي نظرة دي نظرة طيب واحد حبيبة كمان وده آخر واحد الكابتن همام الشريف همام الشريف أنا تعرفت عليه بكلة الزراعة وأقول لك همام الشريف كان بيلعب بكلة الزراعة أسرع اللاعب شفته في حياتي أسرع اللاعب وفي يوم الأيام أنا بقول هذا كلام قدام كابتن ماروان وكان واقف الكابتن أبو غيدا قال لي عشرة جنيه هين أبو غيدا حياكله فطبعا همام جري فنفس الكابتن ماروان همام طلقه ولعبنا كورة مع بعض وصديق عمري وصديق شخصي همام الشريف لعب كورة في الترسانة وعنده 27 سنة وكان بيلعب في دور الوزرات قبل ما حدش عرفه همام الشريف خد أحسن لعب كورة فيه سعيد السياة التراعة فيه وجود كابتن بدعب فتاح وسعيد الجلب ومحمد شهين وهو اللجنة اللي اختارته كان الكابتن نعمان الكابتن محمد حسن حلمي كابتن أحمد مكاو يا سلام وكان كان لعب لكن ما فكرش انه هو يحترف إلا لما الكابتن بريم الخليلي قال له انت هتفضل مغضية وزارات احنا عايزين معانا لعب في الترسانة وراح لعب في الترسانة سنتين من ستة وخمسة وستين وستة وستين وتوقف بعدها الدوري طيب